أهلا بكم إلى أخبارنا المحالية البداية بشان الأمني حيث تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة لمصلحة الجمارك بيت الإمسان من حدز 500 كيلوغرام من الكيف المعالج بوادي العونية بقرية تولاد قدور الحدودية الكمية هاته كانت مخبأ بأحكام داخل مطمورة تحت النفايات هذا وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا في القضية لمعرفة أصحابها إلى موضوع النقر يحتج العديد من النقلين بالخطوط الريفية لدائرة العلم وبالعرش لا يتصطيف بسبب تضرورهم من الزيادات في تسعير النقلة تهدد بقاء النقلين في ممارسة هذه المهنة حيث طالبوا وزارة النقل بضررة إعادة ضبط التسعير لهذه الدائرتين وفق المتغيرات الحاصلة والزيادات المحاطة بهم ميكروفون رسلنا فارس شاي مشكلة الخط هذا العلم أصطيف هي تسعيره تسعيره يهزب بـ 2500 المسافة اللي كاينة من العلمة لتجننت هي المسافة اللي كاينة من العلمة لصطيف من العلمة لتجننت يهزب 5000 ومن العلمة لصطيف يهزب بـ 2500 نحن لازم يطبق علينا تسئلة عن نقل ريفي ما ناش حذري والمدير نقر الحوص يطبق علينا حذري نحن نطلب ويطبق علينا ريفي الخبزة التي أولاده ليس وراء هي أقدر نطلقها الروح ونخدم شي فور ونحن حمى الخير مني أنا ونماتريال وغرامة ما هي ساكل إلى ولاية مستغانم حيث استاء السكان دوار ولاد براسة تابعة لبلدية عين تدلس بسبب تعرض مقبرتهم للتدنيس وانتهاك حرمة الموتى من قبل أشخاص مجهورين الهوية أنيس بن حلوى الشاهن أزيسوي في هذا التقرير أحداث مؤسفة عاشها سكان ولاد براس بعين تدلس ولاية مستغانم نتيجة تعرض مقبرة المنطقة إلى التدنيس وهدم ما لا يقل عن 65 قبرا وحفر البعض منها حيث تفاجأ سكان المنطقة خلال زيارتهم لأهالهم الموتى مدى الخسائر المعتبرة التي مست العديد من القبور هذه 64 قبر رحي هنا يا رحي في ترميم تم تحديم تحديم تم يعني نطلب اليوم من السلطات رحي في سلطات المحلية رحي دير هذه الأمور هذه رحي في إهمال البلدية رح عندها الأصحاب لهم في الوادي جن على الأقل دير واحد عساس على العساس وكما قالو الجماعة لونطوراج مقابرة على الأخرج رحي في جي تحمر يجي من عند البلدية باش يديروا لونطوراج هي الحادثة التانية على التوالي التي تسجلها مقبرة لد براس دون تحرك المصالح الوصية لوضع حد لهذه الاعتداءات نحن صمنا غوريا مخرجين حطينا على الجيال الهناية هذه الشيالة سكان ولد براس بعين تدلس رفعوا نداء الاستغاثة للسلطة المحلية قصد حماية موتهم والحفاظ على حرمة المقابر والموت انقلبت حياته الثلاثة اخوة من عائلة واحدة راسا على عقب بعد نصابه مرض غريب في سن مبكر عجز الانطباع على تشخيصه لتتحول حياتهم الى جحيم نتابع مع نجمة بوكرش والزميل انيس بن خلا وسط ظروف اجتماعية قاهرة يعيش كل من الاخوة عبد القادر عيسى وحسين على كرسي متحرك بعد ان انقلبت حياتهم رأسا على عقب اثر مرض غريب لحق الاخوة ثلاثة منذ سن مبكر عجز الاطباء عن تشخيصه سنة الخامسة ما وليش نطيق رح نقرأ الصور بعيدة لي 3 كيلومتر شوف الزراري رحوا يقرأ وليبني اتقعوا وانا منطيق شو نمشي اطفال معاقين والد عاطل عن العمل وفقر مدقع ثلاثية ارهقت كاهل العائلة حيث تعيش على صدقة اهل الخير والمنح المحدود للاخوة الثلاثة مساكن بداوا يمشوط قاعد شعبي يمشوط اخوتهم زر الصحاح قاعدين بابهم قاعد العائلة تنتظر التفاتة صغيرة من السلطات المحلية وأهل القلوب الرحيم لمساعدتهم على الشفاء بالخصوص وأن الأمل يراود أذهان أفراد العائلة بمنطقة شريفة بأعالي مدينة سمسيل تعيش والأم فاطمة في ملجأ مقام بالحجارة رفقة أطفالها وظاية تجسد المعنى الحقيقي للمعاناة تفاصيل أكثر مع محمد غليش ونجمة بوكرش تجمع الأم فاطمة أطفالها على الموقد هروبا من برودة حجرتهم الوحيدة داخل هذا الكوخ المصفوفة حجارته بالطوبة لا يبعد هذا المجرى عن مدينة سمسيلتا حيث تقيم به هذه العائلة منذ أكثر من ثلاثة سنوات حرمان أحتياج تكشفه زوايا من هذا المكان خوف الأم على أبنائها من الأذى يعمق من غبنها وحزنها تبحث عن من يعينها على ترميم ملجأها الوحيدة واجتياز صعوبة تكليف الحياة الأخرى التي ضيقت على فقرهم أكثر وزادت من عقدته عاونوني في البنية نبنوا معايا نبنوا لدار قطوا هيلهم بالشيء اللي قدرتوا عليه بالشيء اللي قدرتوا عليه ربي كما قال هيا عاجركم وربي كون معاكم وكثر خيركم أنا عاونوني حتى يفرجع لي يا ربي الحاجة التي دفعت فاطمة للبحث عن معونة لحماية أطفالها إنما هي انكشاف آخر لواقع مر يعيشه الكثيرون في صمت وحسر نهاية الموعد المحلي شكرا لكم على طيب المتابعة عودة شكرا لكم على المتابعة